لا الزلزال الأعنف منذ قرن بهذه العبارة تصدر نبأ الزلزال الذي اضرب المملكة المغربية مساء أمس الجمعة مخلفا المئات بين شهيد وجريح حيث ضرب زلزال بقوة سبع درجات على مقياس رختر إقليم الحوز جنوب غرب مراكش بحسب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ما يعني دمارا واسعا في المباني القريبة من مركز الزلزال التلفزيون المغربي الرسمي أفاد بارتفاع أعداد الضحايا إلى ثمانمائة واثنين وعشرين قتيلا وستمائة واثنين وسبعين جريحا منهم مئتان وخمسة أشخاص حالتهم خطرة ونقل عن وزارة الداخلية أن الضحايا تركزوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وزلال وششاوة وتارودانت وقد غصت المشاف المحلية بالمصابين واضطر بعضها إلى نقل الأسرة خارج المباني لتجنب حدوث تهدمات جديدة قد تنجم عن أي هزات ارتدادية أو تصدعات شديدة نتيجة الهزة الأولى تغص إذن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذه المشاهد المؤلمة والتي تعيد إلى أذهان العالم عامة والعرب والمسلمين خاصة مشاهد أخرى مشابهة لم تكت تنسى للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل سبعة أشهر من الآن